في خضم الجهود السياسية المكثفة لتوصل إلى هدنة في قطاع غزة قال مصدران أمنيان مصريان أن حركة حماس تريد ضمانات مكتوبة من الولايات المتحدة لوقف دائم لإطلاق النار وانسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة من أجل التوقيع على اقتراح هدنة تدعمه واشنطن المصدران المصريان ومصدر ثالث مطلع على المحادثات أكدوا أن حماس لديها مخاوف من أن المقترح الحالي لا يقدم ضمانات صريحة بشأن الانتقال من المرحلة الأولى للخطة التي تشمل هدنة لستة أسابيع وإطلاق سراح بعض الرهاء للمرحلة الثانية التي تتضمن وقفاً دائماً لإطلاق النار وانسحاب إسرائيل وبحسب المصدرين المصريين فإن حماس ستقبل بالخطة إذا حصلت على ضمانات وإن مصر على تواصل مع الولايات المتحدة بشأن ذلك المطلب وعلى سعيد المتصل قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين في مؤتمر صحفي بالدوحة حركة حماس اقترحت عدة تغييرات في ردها على مقترح وقف إطلاق النار وإن بعضها غير قابل للتنفيذ بلينكين أوضح أنه كان ينبغي على حماس قبول مقترح وقف إطلاق النار بعد انتظار دام أسبوعين أشدد وزير الخارجية الأمريكي على مواصلة الضغط في الأيام المقبلة مع قطر ومصر لمحاولة إبرام هذا الاتفاق مع تأكيده العزم على محاولة سد الفجوات بين إسرائيل وحركة حماس ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر